الحقيقة ايضا اريد ان اختتم كلامي بما يحدث على ارض اليمن اين هو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان مما يحدث في ارض اليمن لا احد يتكلم ولا احد ينطق صحيح انه بزغ امل جديد بعد تشكيل المجلس الرئاسي بقيادة دكتور رجل رشاد العليم ودكتور رشاد العليم هو محل اجماع من القوى الوطنية اليمنية ومن يتأمل خطابه الاخير في عدن امام مجلس النواب يدرك ان قضية السلام والشرعية قضية اساسية نعم هم يريدون السلام ولكن السلام القائم على العدل على مخرجات الحوار على المبادرة الخليجية على قرارات الامم المتحدة ذات الصلاة بهذا الامر اليمن يعاني لكن بزوغ الامل مجددا وتوافق القوى الوطنية الحية في كل انحاء اليمن على موقف وطني واحد يعطينا امل كبير جدا يزرع فينا مجددا الامل لعودة اليمن عودة اليمن الشقيق الذي عانى ويعاني اهله الامرين عندما ادى الرئيس او رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد العليمي وعضاء المجلس اليمين الدستورية في مدينة عدن امام رئيس وعضاء مجلس النواب وبحضور رئيس الحكومة ووزراءها كان فيه سفراء كتير سفراء دول مجلس تعالى الخليجي وسفراء اجانب اتحاد الاوروبي دول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي مبغوث الامين العام لامم المتحدة في هذا الامر ركز الدكتور رشاد العليمي على ان الاوضاع اليمنية الحالية تتطلب كل جهد بخلص وكل موقف شجاع وقال ان احنا بنعيش مرحلة حاسمة من تاريخ اليمن والعالم العربي وقال ان احنا بنلتزم امام الشعب اليمني كله شماله وجنوبه بالعمل لصالح الوطن بروح الفريق الواحد وقال ان احنا بنسمع نسعى للتوافق الوطني لمواجهة تحديات الحالية وان مستقبل الشعب اليمني فيه خطر ونحتاج الى الوحدة دي كاتر رسالة لكل من يعنيها الامر وقال في نفس الوقت ان يدنا ممدودة بالسلام العادل والمستدامن نسعى للسلام الذي يحافظ على مؤسسات الدولة والنظام الجمهوري والحقوق المتساوية للمواطنين كلام مهم ورسائل مهمة كلام يعني ان اليمن مقبل على مرحلة جديدة ولكن بتوافق وبرؤى مطروحة وبطرح للسلام ومعناه ومفهومه بما يحقق العدالة وبما يعيد الوحدة مرة اخرى الى اليمن الشقيق التفاؤل كبير بالدكتور رشاد العليم التفاؤل كبير بالمجلس الرئاسي رغم تباين وجهات النظر لكن الحقيقة الجميع كان عند مستوى المسؤولية اللي احنا نتمنىها في اليمن وفلسطين وسوريا والعراق وليبيا ازمات متعددة محاولة لطمس الدولة والقضاء عليها والقضاء على هويتها الوطنية نتمنى بالفعل ورغم كل المؤامرات التي تحاك ورغم ما يجرى في المسجد الاقصى ورغم ما يجرى في مواجهات كنائسنا في فلسطين ستبقى فلسطين عربية ارادوا ام لم يريدوا بشكركم ونلتقي الخميس القادم بازن الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم